مثل ما بعرف الجميع أستاذ أمجد الفيصلية من بداية الموسم إدارة النادي اجتهدت من شهر واحد على لقب الدوري ولقب الكأس الأردن الذي ألغي بقرار من الاتحاد نتيجة جائحة كورونا وتقليص عدد البطولات من بطولة كأس الأردن والدوري إلى بطولة فقط دوري المحترفين بطولة واحدة نعم حققنا بطولة كأس الكؤوس بفوزنا على فريق نادي الجزيرة ضمن موسم 2019-2020 لكن للأسف مثل ما أنت تعلم أنه جائحة كورونا وأنا ما ودي هسا نقوله للناس أنه جائحة كورونا هي الأسباب بالنادي الفيصلي لكن إحنا كانت فيه سياسة واضحة بالنسبة لإدارة النادي بالنسبة لوضع موازنة للموسم الحالي من ضمن إرادات النادي الفيصلي بالإضافة إلى ما سوف يصرف على الفريق وعلى الفئات العمرية توقفت الفئات العمرية بقرار اتحادي وتم إيقاف التمرين لدى الفئات العمرية بشهر ثلاثة بداية الموسم مثل ما تعرف كان فيه تعاقد مع الكبتن الشاب الليلي لكن للأسف أنه ما كان فيه استمرارية في العمل نتيجة النتائج في البداية كانت سيئة للفريق تم التوجه إلى الكبتن راتب العوضات شفاء الله بعدها تعرف الكبتن راتب العوضات كان مر بأزمة صحية وقفت بجانب إدارة النادي منذ بداية الأزمة الصحية لكن هذا قدر الله وما شاء فعله هاي إرادة الله عز وجل من الطبيعة أنه يهتم بعلاجه ظروف متعددة كانت ظروف متعددة لكن انت بعدها مثل ما تعرف أخي حاولنا التعاقد مع الكبتن الألباني المدير الفني لكن كان هناك بعدها قرار بأمر دفاع وقاف جميع النشاطات فعاد المدرب الألباني اللي كنا معولين عليه أنه يستمر لنهاية الموسم الكروي من بعدها مثل ما بتعرف صعوبة أحضاره إلى إحضار المدرب حتى كان أكرم زوي خارج البلاد وهو لاعب محترف وبعقد احترافي مع النادي الفيصل بعدها عاد الفريق إلى التدريبات لكن للأسف ضربتنا موجة كورونا في اللاعبين وكانت البروتوكول كان بإيقاف التدريبات كان عندنا 6 إصابات لكن إحنا النادي الوحيد توقفنا 3 أسابيع عن التدريبات والباقي الأندية استمرت في التدريبات بعدها يا سيدي العزيز مثل ما بتعرف أنه صار عندنا حالات كورونا في أكثر من مباراة يعني في مباراة كان عندنا الحرسين غائبين عن المرمى النادي الفيصلي 13 إصابة بين اللاعبين ومستمرة كانت الإصابات لكن هاي جزء من الأسباب بالإضافة إلى الأسباب أنه انخفضت الموارد المالية إحنا كان دخلنا سنوي 900 ألف دينار